اشتركوا في القناة وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأضافر وحلاقة الشعر طبعا ما رح يطول كثير القمر في هاي المنزلة هي نص ساعة ضايلة وبعدين ما رح ينتقل من منزلة الشارطين لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الحمل برج الحمل طبعا في هاي الفترة منتأثيره على كل الأبراج أنه منكتسب من بعض صفات برج الحمل ففي هاي الفترة منشعر بطاقة للعمل كبيرة ومنكون أكثر تصميما وأكثر استخلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من الصرع الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في هاي الفترة في فترة وجود القمر في برج الحمل هي جيدة لفحص العيون إذا استدعى الأمر لذلك أو إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ماء بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين جداد دخلوا على الزوايا البطيئة أول زاوية هي زاوية إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي رح تتشكل اليوم ثمانية اثنين دروتها طبعا هي مستمرة بتأثيراتها من اليوم لغاية يوم 11 اثنين هاي الزاوية بتعطينا أو بتكسبنا الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا تعطينا جراءة كبيرة وبرضو في نفس اللحظة بتكون إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية برضو تزديس بين المشتري وبين أورانوس وهاي رح تتشكل يوم 17 اثنين طبعا هاي الزاوية مستمرة لأنها من الزوايا البطيئة فهي من اليوم لغاية يوم 5 ثلاثة وهي متشكلة طبعا هاي الزاوية لأنها إيجابية بتعزز لدينا قوة الحدس خصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء وبتعطي طاقة إيجابية عالية جدا طبعا بالنسبة للزاويتين هدول يعني اللي إحنا ذكرناهم اللي الأولى إلها علاقة بالمريخ وأورانوس وهاي المشتري وأورانوس بما أنهم شكلوا زوايا إيجابية معناته إحنا مقبلين على فترة واعدة على المستوى الدولي تتحسن بعض الأمور اللي إلها علاقة ببعض المكاسب أو الانتاجات أو الاختراعات أو الاكتشافات اللي بتحقق تطور لافت للانتباه طبعا رح يصير فيه تحسن على مستوى أمور الهالاقة بالاقتصاد أو المشتريات أو الأمور البنكية بشكل جيد بتفتح مجالات للإبداع الفترة هاي بشكل كبير على كثير من المستويات وبشكل مفاجئ يعني أشياء مفاجئة بتظهر على الساحة بتصدم وبتكون إيجابية في نفس اللحظة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إن فترة منذكرها طبعا هي تأثيراتها لغاية يوم ثمانية اثنين زاوية تتليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس يعني شوفوا كله مع أورانوس وهاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما إنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بين المريخ وبين المشتري وهاي مش الأخيرة قبل الأخيرة عفوا هاي الزاوية طبعا مستمرة لغاية يوم تسعة اثنين برضو هي زاوية تزديس بتخلق جو من التسامح في هاي الفترة وممكن نتسامح مع أشخاص ممكن أخطأوا في حقنا أو بخطؤوا في حقنا ومنمد يد العون إلهم إذا احتاجوا لمساعدة وبتدفعنا للتراجع عن خطأ ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية اللي هي بين الشمس وبين زحل وهاي الزاوية حكينا إنها صعبة شوي تأثيراتها لغاية يوم تسعة اثنين هي اللي بتخلق مصاعب وعراقي اللي بتحتاج منها لبدل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها سياسيا أثرت على أسعار الخضروات أو المنتجات الفلاحية خلت الحكومة تتراجع عن اهتمامها بمؤسسات دولة منها القطاع الزراعي والصناعي أمور التعدين المناجم صار في نوع من أنواع الإضطرابات في البورصة يعني أثرت والكل لمس هذا الشيء في أغلب الدول أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية التربية سلبية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها وهي ما بين القمر وعطارد وبين أنها سلبية فبدكوا تحذروا لنها هاي بتأثر على جميع الأبراج يعني زي الزاوية الأولى بتأثر على الجميع بنفس ما ذكرنا من معنى لهي الزاوية طبعا هاي الزاوية رح تتشكل ذروتها الساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش يعني تأثرتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي يعني ذروتها الساعة 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات ما قبل العصر لغاية ما بعد منتصف الليل بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 10 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني اليوم توقعتنا رح تكون برضو لبرج الحمل دون الانتقال في حلقة الغد رح نحكي عن الانتقال من برج الحمل لبرج الثور بالنسبة للقمر طبعا خلو المسار اللي ذكرناه قبل قليل هذا بعني انه الفترة اللي هي من الساعة 25 دقيقة للساعة 10 51 دقيقة بتوقيت جرينتش لا تصلح للبدأ باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر خلاص بيكون امتقل واستقر في برج الثور فعشان هيك من ساعات المساء منبلش نشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي هي بتكون اكثر حساسية اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم هذولا الاكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية ما في اي مشاكل مناسب برضو لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ده يصلح لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعم كورونا فاليوم مناسب جدا ما في اي مشاكل عليه بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل في ساعة المساء لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة تسعة واحد بيبدأ في تمام ساعة اربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة عشر وستة واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ما زال الهلال بلش يتحدب باتجاه انه يصير نصف بدر ولكن له الربع الاول ولكن ما زال هو في طور الهلال ستة ايام في تمام الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيصبح سبعة ايام نسبة الاضاءة خمسة وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين الان هي منتحسة بنسبة اربعين في المية ولكن مع ساعات الصباح بيصير منتحسة بنسبة خمسين في المية لغاية المساء بالنسبة للقمر في الحمل في ساعات المساء المتأخرة رح ينتقل للثور رح يمكث في الثور لغاية يوم تسعة اثنين طبعا هو الان منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعة الصباح بيصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية لغاية ساعة المساء أما بالنسبة للعطارد في الجدي حتى يوم 14-2 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% أبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم اليوم رح تهتموا أكثر بمظهركم وبالتغييرات هذه مرحلة تعتبر مرحلة ممتازة وانطلاقة لما شاريعك الجديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت اليوم سباق ورائد في حقل اختصاصك الاهم ضبط العصاب بدون مشاكل بدون حدية بالطباعة وحاول انك ما تفرض سلطتك على الأشخاص اللي حواليك برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في منشودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وصحتكم بتنخفضوا اليوم وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى فعشان هيك بدك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجزك أو حجزاتك إذا عندك أي شيء انت حاجز له ممكن تتفاجأ أنه رح يلتغى اليوم أو يصير فيه سوء تفاهم فعشان هيك بدك تتأكد من كل خطوة انت بتخطيها برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنك أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة الأجواء جيدة وإيجابية ويعني حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك بدون فرض السلطة عليهم أو تتحكم فيهم ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك وانت اليوم بحاجة لتعاون الآخرين معك بشكل كبير كمان اليوم لازم تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل انتقال القمر لا بيت متعبك واللي هو في ساعات المساء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا وبينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وبتقدروا اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال أعمالكم وعلاقاتكم مع المسؤولين أو العلاقات الاجتماعية أهم شيء إنك اليوم تحاول إنك تهدئ من روعك ما تنفعل أي فترة بتكون سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر القمر منتحس اليوم عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك أحاول إنك ما تخالف القوانين وما تجازف برضو اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد الأجواء إيجابية قوية جدا فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور الحلاقة بسفر أو اتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو بعضكم ممكن أوراق قانونية امتحانات كلها هاي أجواء إيجابية فاليوم مناسب لاجتياز امتحان أو الجراءة مقابلة حاولوا إنك تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة ممكن تنجحوا اليوم في ترويج العمل أو كسب الدعم والتأييد أهم شيء إنكم ما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت فعشان هيك بتكون تنظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير وحاول إنك تقدم بجراءة وثقة لأن الأجواء حليث لا إلك برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض فعشان هيك بتكونوا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا اليوم بحاجة لكل طاقتكم فعشان هيك بتكونوا جاهزين أعصابكم متينة وحاولوا إنكم ما تتركوا ذيول المتاعب الاهتمامات المالية هاي هي الأموال المشتركة اللي بتيجي تحصيلات لأمور مالية أموال الشريك أو تجارة معينة أو استرداد لبعض الأموال اللي إلكم على أشخاص فالأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن راح تكون في بعض الاهتمامات العائلية برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا اليوم ممكن تظهر بعض المشاكل البسيطة فما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات الإعدائية وحاضروا من الحوادث والأعداء فهم كثر في هاي الفترة وفي نفس اللحظة بدكوا تنتبهوا لا راحتكم ولا صحتكم لأجواء شوي لأنه ما في طاقم وجود عندكم فبدكوا تبعدوا عن المشاكل وتنتبهوا للصحة بشكل أكبر برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدونه من أنواع التعاون مع بعض الزملاء فعشان هيك بتكون تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد من مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعر ببعض التعب فعشان هيك برضو بدك تهتم لعملك وتهتم لصحتك أكثر فإذا شعرت بشي غير اعتيادي بدك تراجع الطبيب أو في نفس اللحظة بدك تأخذ قصة من الراحة برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم فالظروف اليوم جيدة في احتمال بس يكون نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة ولكن الجو إجمالاً نشط جداً فأوانت النشيط جداً برضو وبتميل لأن له ترفيه عن النفس وانت اليوم بالفعل تستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفيدة بما الأجواء تعزز العلاقات العاطفية بشكل جيد علاقتك مع الأحبة ولكن دون فرض السيطرة هاي أهم نقطة برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة طبعاً ما زالت الاهتمامات لها علاقة بالبيت والعائلة فهاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية وروابطك الاجتماعية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع التبادل لزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارق أو موضوع معين ممكن يكون مقلق فعشان هيك يعني بدك تضبط أعصابك أثناء التعامل وخصوصاً بالمستجدات برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة والسفر القصير ولكن الاتصالاتكم اليوم كبيرة كثيرة ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط أكثر اليوم تمتلك سرعة خاطر أو سرعة بديهة عالية ومهارة عالية جداً وملموسة وممكن من خلالها إما أنك تروج لعمل أو لحدث معين أو امتحان معين أو مقابلة كلها أجواء راح تكون إيجابية برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية ما الأجواء جيدة وداعمة بقوة بالنسبة لكم وممكن تسمعوا خبر سار أو يلعب قريب لكم دور مهم اليوم ممكن تهتموا بقضية بشراكة بعمل ممكن تعالجوا الأمور بشكل دقيق ممكن تهتموا لأولوياتكم المالية بشكل أوسع وأكبر اليوم راح يجدوا موليد برج الحوت حلول وتسويات مالية كانت مربكة في الفترة الماضية الفترة هاي بتبلش اتبان بشائرها أو حلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء